القولون العصبي يعتمد مع الدياد الضغوط النفسية والعصبية المصاحبة على الأوامر التي يوصلها الجهاز العصبي ونوعية وكمية الطعام التي تصلها لارتفاع نبض الحياة الذي أصبح سمة من سمة هذا العصر يشكو كثير من الناس من متاعب القولون العصبي الذي يحير المرضى والأطباء لتشابه أعراضه مع أعراض أمراض مختلفة تصيب الجهاز الهضمي يعرف مرض القولون بأنه حدوث اضطرابات في عملية امتصاص الماء والغداء والأملاح من الطعام القادمة عن طريق الأمعاء الدقيقة عند الهضم التي تقوم بها القناة الهضمية اختلف الأطباء في تسمية القولون بين التهاب القولون المخاطي والقولون المتشنج والقولون المختل وغيرها من التسميات المضللة وذلك لأنها تشير إلى انحصار هذا المرض في القولون فقط وهذا ليس صحيحاً حيث يصاحب متاعب القولون متاعب أعضاء أخرى من القناة الهضمية إضافة إلى أعضاء خارجها لذلك اتفق الأطباء جميعاً على تسميته زخلة القولون المضطرب والذي يعني مجموعة من الاترابات المزمنة أو المتكررة التي تصيب القولون بالانقبابات وكذلك أعضاء أخرى من الجسم في لحظات التوتر العصبي وضعوط الحياة وليس ضرورياً أن يشعر المريض القولون بالألم والتقلصات بعد انتهاء الحدث الذي أدى إلى التوتر حيث يمثل 50% من نسبة هذه الأمراض والنساء أكثر إصابة به من الرجال فكل إصابة للقولون في الرجل تقابلها ثلاث من النساء ولا توجد فوارق في الإصابة بالقولون بين الأجناس ولا يوجد عمر محصن ضده فإصابة الطفل أو البالغ بمرض القولون المضطرب مدة طويرة دون علاج تؤثر سلباً على الزائدة الدودية وبالتالي يلجأ المريض إلى إزالتها جراحياً وإصابة كبار السن بالقولون تزيد من زيارتهم للأطباء عندما يصل الغذاء إلى الأمعاء يمر بالعديد من التفاعلات والحركات المنظمة غير العشوائية مع العلم أن فضلات الطعام التي تصل القولون العصبي تكون أقرب إلى الثائل وفي حال حدث أي خلل في إعصاب الأمعاء تحدث عندها المشاكل وتصبح حركة عضلات القولون غير طبيعية وأقرب إلى عشوائية السريعة جداً فيصبح فيها البراز مائي القوام وفيها يعاني المريض من الإسهال لأن الطعام لم يأخذ وقتاً كافياً في عملية انتصاص الماء منه أما إذا كانت حركة العضلات بطيئة جداً ويكون عندها البراز صلباً فيعاني المريض من الإمساك لأن الطعام بقي وقتاً طويراً في القولون فيمتص الماء فوق المعدل الطبيعي أسباب الإصابة بالقولون العصبي تتعدد أسباب الإصابة بالقولون منها ما هو معروف ومنها ما زال الطب يسعى للتوصل إليه لكن أهم هذه الأسباب هي العدوى الفيروسية قد يصاب الجهاز العضمي ببعض الفيروسات التي يتم القضاء عليها لكن أعراضها تبقى مدة أطول فتؤثر على القولون وتقلصات عضلاته الطبيعية وهذه الحالة تشكل 25% من حالة الإصابة بالقولون العصبي التوتر وعدم الاستقرار العاطفي فتسميته بالقولون العصبي يوضح أن هذا المرض يعتمد بشكل أساسي على الحالة النفسية التي يمر بها المريض ولذلك يجب الانتباه لكل ما يؤثر سلباً على نفسيته وما هي الحالات الشعورية التي تزيد عندها الألم قد يكون الأكتوز الطبيعي الموجود في اللبن ومشتقاته يتعب القولون فيسبب خللاً في حركات عضلاته كما هو الحال أيضاً في الفركتوز الموجود في العصائر قد يسبب الاستخدام الطويل لبعض الأدوية الإسهال أو الإمساك كالمضادات الحيوية ومنعات الحموضة والمسكنات النظام الغذائي غير المتوازن الكثير من الأغذية تسبب تهيجاً في القولون كالأطعمة الدهنية والتوابل والأغذية التي تسبب الغازات ولذلك يجب الحفاظ على نظام غذائي متوازن يضم كماً كافياً من الألياف التي تساعد القولون في المحافظة على التقلصات الطبيعية لعضلاته أعراض القولون العصبي يشكو مريض القولون المضطرب من آلام البطن أو تغير مفاجئ في عملية الإخراج بين الإسهال والإمساك أو الاثنين معاً أو زيادة المخاط في البراز أو كل هذه الأعراض معاً كما يشكو المريض من متاعب أخرى في القناة الهضمية مثل الانتفاخ والتجشؤ المتكرر وحرقان في المعدة والغثيان بالإضافة إلى أعراض القولون العصبي اختلاف الجهاز العصبي مثل الهبوط والسخولة وسرعة ضربات القلب وعدم انتظامها والخمول والصداع تشخيص القولون العصبي إن القولون العصبي بارع في الاختباء إذ يمكنه أن يعطي أعراض الدوسنتاريا المزمنة أو التهاب القولون التقريحي أو مرض كرونز بسبب وجود جيوب في القولون أو التهاب الزائدة الدودية أو التهاب المرارة أو القرحة الاثنين عشر والمعدة أو تضخم الكبد والطحال وآلام الكليتين والطرابات القلب والتنفس ولذلك تختلف الشكوى من مريض لآخر وأهم عناصر العلاج طمأنة مريض القولون العصبي أنه ليس مصابا بمرض خطير مع أهمية اعتمادها على الأغذية الغنية واستخدام بعض المهدئات الخفيفة حيث إن هناك أنواع من الطعام تثير القولون العصبي وتجعله عرضة للإصابة بآلام حادة مثل البقوليات والتوابل والدهون والمشروبة الغازية كما أن التدخين يسبب أحيانا تهيجا في القولون هناك الكثير من من يعانون من متلازمة القولون العصبي والغازات مما يسبب لهم تعبا وآلام ومغص وفترات من الإسهال وفترات من الإمساك والطرابات في الجهاز الهضمي بالإضافة إلى سوء في الهضم وشعور بالغثيان والكثير من أعراض القولون والتي تختلف من شخص لآخر إن متلازمة القولون العصبي لا تسبب أي خطورة على الحياة وكذلك لا تؤدي مطلقا إلى أي مرض خطير على المدى البعيد ومن الممكن السيطرة على كثير من هذه الأعراض المزعجة لدى الكثير من المرضى باتباع التعليمات التالية إن التوتر والقلق والاضطرابات النفسية من العوامل الرئيسية التي تسبب تهيجا في القولون فينصح بالابتعاد عنهم الابتعاد عن الأغذية المضرة بالقولون أو الأطعمة الثقيلة التي تتعب القولون وتؤدي إلى الإمساك أو الإسهال فهي تؤثر سلبا على عضلات القولون وتعيق حركتها الطبيعية الابتعاد عن الأغذية التي تسبب الغازات كالبقوليات والملفوف والبصل والخص وحتى المشروبات الغازية التي توتر القولون وتخل من انتظام حركة عضلاته مضخ الطعام جيدا لتسهيل عملية الهضم الاعتماد على الأعشاب الطبيعية لحل مشاكل الهضم خاصة والمشاكل الأخرى عامة فلا تأثير سلبي لها كالأدوية وتعمل على تزويد الجسم بما يحتاجه لتسهيل عملية الهضم تناول الأدوية المهدئة للأعصاب في حال تفاقمت مشكلة القولون فاللجوء إلى الأدوية عند استعصاء المشكلة أمر مهم للتخلص من الآلام ويتم ذلك بعد مراجعة الطبيب ليصف الدواء المناسب لحالة المريض ودرجة مرضه علاج القولون العصبي بالأعشاب هناك الكثير من الأعشاب الطبية التي تساعد على حل المشاكل الصحية دون الهجوء إلى الأدوية وأهمها للتخلص من مشكلة القولون ما يأتي الزنجبيل يشرب منكوع الزنجبيل صباحا قبل الفطور ومساء قبل النوم ويمكن أن يحلى بالعسل أيضا للتخفيف من حدته القرع يعتبر القرع ملينا للأمعاء ويساعد على التخلص من الإمساك ويؤكل مسلوقا إلى جانب اللبن ويمكن تحليته بالعسل زيت السمسم أو ما يعرف بالسيرج وهو ملين للأمعاء تأخذ منعقة منه قبل كل وجبة لتسهيل عملية العظم والامتصاص والإخراج الهيليوم يساعد على تخلص الجسم من الغازات التي تسبب الألم والإحراج يأخذ مسلوقا مرة أسبوعيا لتنظيف الجسم بالكامل الزعتر إما ورقا فيعلق أو مطحونا فيؤكل مع الزيت ويتم الالتزام به حتى يختفي الألم تماما إذ إن الزعتر معروف بخاصيته العلاجية على قتل آلام الجهاز الهضمي حب الهال يطحن ربع كيلو من الهال ويخلط مع كيلو من العسل ويأخذ منه ملعقة بعد الأكل بمعدل ثلاث مرات يوميا بذور نبتة الشمر تغلى ملعقة من بذور الشمر في كوب ونصف من الماء ويشرب هذا الخليط بعد تصفيته جيدا يوميا ويستحسن أخذه دافئا كل ليلة يساعد هذا الخليط على التخلص من غازات الأمعاء وبالتالي القضاء على الإمساك وتسهيل عملية الإخراج بشكل صحي يستخدم اليانسون في القضاء على القولون العصبي والتخفيف من حدته فهو يعمل على تهديئة العصاب والتخفيف من القلق والتوتر وبالتالي يساعد على التخفيف من حدة هذا المرض للتعايش مع مرض القولون لا بد للمريض الالتزام بكل مما يأتي القلق والتوتر والضغوط النفسية يجب التخفيف منها إلى الحد الأدمى وإشغال وقت الفراغ بالهوايات المفيبة وممارسة التمارين الرياضية باستمرار فهي تعدل المزاج وتقوي العضلات وتعمل على إخراج الفضلات من الجسم نوعية الأطعمة كالحمص والفول والفلافل والعدس ينتج عن هضمها كميات من الغازات المسببة للاضطرابات الهضمية ولذلك يتوجب التقليل منها التقليل من مضغ العلكة التي تساعد على ابتلاع كمية كبيرة من الغازات أثناء عملية المضغ المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة حيث إنها تحتوي على كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى انتفاخ في منطقة البطن والترابات في الجهاز الهضمي والاعتماد على شرب ثمانية أكواب من السوائل يوميا على الأقل أهمها الماء ثم المشروبات العشبية فالأعشاب الساخنة لها ثوائد نفسية جسدية خصوصا للجهاز الهضمي مضغ الطعام بشكل جيد وعدم الإسراع في البلاء تجنب الوجبات السريعة والوجبات الدسمة والوجبات التي تحتوي على كميات كبيرة من البعارات والفلفل الحار ترجمة نانسي قنقر